سؤال لماذا القبورية إشراك ووثنية؟ جواب الشواهد والوقائع الشرعية والتاريخية كثيرة جدا أشارنا للعديد منها ونتوقف هنا عند آخر مظهر عملي منهجي قبوري من مظاهر الإشراك والوثنية والتواحش والهمجية بعد جرائم القبوريين في حرق الغرآن والبكتبات وحرق وتهديم المساجد وترهيب الأبرياء في شهر رمضان سنة 1443 للهجرة عام 2022 للميلاد والتي تكشف وتؤكد منهجهم الهمجي الإجرامي في استهداف القرآن والمسجد والفكر والإنسان سنة 2014 للميلاد و2006 للميلاد وما بعدهما فإن الجواب صار واضحا لا يخفى على ذوي الألباب فالقبورية إشراك ووثنية لأنهم حرقوا كتاب الله بإسم القبور لأنهم حرقوا وهدموا بيوت الله بإسم القبور لأنهم أرهبوا وروعوا وخطفوا وقتلوا وهجروا وسلبوا عباد الله بإسم القبور لأنهم استخفوا بعقول الناس وجهلوهم واستعبدوهم بإسم القبور لأنهم تشمأز قلوبهم إذا ذكر الله وحده لكنهم يستبشرون إذا ذكر الذين من دون الله بل يستبشرون إذا ذكرت قبور الذين من دون الله قال عز وجل وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ومن هنا شمأزت قلوبهم من بيوت الله التي يذكر فيها الله فحرضوا وأصدروا الفتوى ضدها فحرقوها وهدموها وحرقوا كتاب الله والمكتبات الموجودة فيها كل ذلك باسم القبور والقبورية وقد فعلوا ذلك بعد أن عجزوا عن رد العلم بالعلم والفكر بالفكر والدليل بالدليل فالقبورية تجهيل ووثنية القبورية إشراك جلي وخفي القبورية إشراك نظري عملي سلوكي منهجي المهندس الصخي الحسني